عندنا الدكتورة شيماء نجيب أهلا يا دكتورة بتقول السلام عليكم ورحمة الله جزيتم عنا خيرا ما معنى كلمة خصاصة التي وردت في القرآن الكريم يا دكتورة شيماء كلمة خصاصة جات في صورة الحشرة في الآية 9 وكلمة خصاصة يعني ما بهم من شدة وحاجة إلى ما معهم ولكن بالرغم من ذلك يعني يعطي ما معه للآخر إذا كان أشد حاجة منه وسهل عليه أن يعوضه يعني ما يبقاش معايا مثلا مبلغ وبعدين يقصرون على نفسه مروح أعطيه كله الغيري ودورنا أتسلف أو أشحط أو أعمل ما أنفعك إنما أعمل إيه لو حاجة بعوضها سريعة زي الأكل والشرب وبعدين الحكاية دي كانت أظن في بيت سيدنا أبو طلحة الأنصاري لما جيه ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ما كانش فيه يعني من الطعام وحاجات زي كده فقال من يضيف هذا فأخده سيدنا أبو طلحة ورح لمراته فقالت له ما عنديش غير الأكل بتاعنا وبتاع الولاد ما فيش حاجة زي هذا الله ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نييم الولاد وأطفئ السراج ليه؟ علشان يبينوا للضيف اللي موجود إنهم بيأكلوا معاه ويسابوه يأكل برحته فتعجب من ذلك الله ورحمهم ورحم الضيف وأنزل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة